أول سؤال معنا إيه هو برنامج حسام البدري في أول معسكر رسمي ليه مع المنتخب الوطني فبينطلق معسكر المنتخب الوطني في الفترة من 7 والحد 15 أكتوبر اللي جاي بيتخلله مباراودية أمام منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر وحتى الآن والأقرب إقامة المعسكر في أحد فنادق القاهرة وإقامة المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي كمان من المنتظر أن يعلن البدري عن قائمة اللعبين المحليين يوم الخميس اللي جاي دي أكيد من النقاط المهمة جداً منتظرة بشكل كبير جداً نشوف إزاي ممكن الكابتن حسام البدري يغير من القوام اللي كنا بنتابع فيه منتخبنا الوطني على مدار كذا سنة مين ممكن أن يكونش موجود ومين هيتم الدفع به كدماء جديدة وكلعبين هيتم حط فيهم ثقة من قبل مدير فني قديم ومخادرة متقيل في مصر الكابتن حسام البدري أكيد عارف كل لعب يقدر يقدم له إيه ويقدر يستفيد منه إزاي بطريقة اللعب اللي هو حابب يقدمها مع منتخبنا الوطني في الفترة اللي جاي القماشة عنده وعارفها وحافظها وعارف إزاي يقدر يستجل كل حاجة فيها بإذن الله يكون موافقة ترجمة نانسي قنقر